السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمة الدكير على القناة دكير انجليش الدرس خمسة سبعين هنا يعني كان واحد ضغط على تي تي هنا الشي رمزية الشي هذه تقرأها تشي 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 هنا اي تشي تشايلد تشايلد اي اي تشايلد تشايلد وهنا هود هود هادة الرمز هذا سنقرأه هود هود بحل 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 بح الناس الذين يتعرفون سينستيسيا، يتعرفونها في المدينة ويجد الحواس تيخدمو في نفس الوقت في نفس الوقت تيشوفو ألوان ويجد حواس في نفس الوقت كنا شرحناها في القصص الحقيقية هنا مثال هو experience هما اللي جربوا يعني الناس اللي جربوا هذا النوع synesthesia are developed يعني كان مطور عندهم يعني في الطفولة ديالهم people who experience synesthesia are developed in childhood people who experience synesthesia are developed in childhood عودوا معي بصورة أكثر وبصورة أكثر وبصوت مرصفح people who experience synesthesia are developed in childhood people who experience synesthesia are developed in childhood يعني بصوت مرصفح وصورة أكثر people who experience synesthesia are developed in childhood people who experience synesthesia are developed in childhood يعني نعود عدة مرات بش ان شاء الله نعقلوا على التوظيف الكلمة childhood ونعقلوا يعني ونحسنوا من نطق باللغة الإنجليزية بش ان شاء الله نتكلموا بسرعة أكثر وبأسرع ما يمكن من الوقت الى ان نلتقي حلقة مقبلة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته